انما النهاردة من قبل المباراة ومن اول ما المباراة بدأت والجونة رمية الفوطة يعني فرقة بتدفع بس يعني المطش اللي فات شو بيرمي طلع اربع انفرادات المطش ده ولا كرة راحت عليه ولا كرة راحت عليه فوز سهل جدا باقل مجهود والنهاردة انا كنت شايف ان كان لازم يعمل روتيشان اكتر من كده هو النهاردة محمود متولي بيرجع بعد غياب ايه رأيك في محمود متولي لعيب كرة عالي ولعيب كرة محترم من اللعيبة اللي هي تحب تتفرج عليها في الملعب اللي هو لا بيحزق ولا بيتعازم ولا بيمسي الكرة تك 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 يعني حاجة من الحاجات اللي هي اللي احنا مفتقدينها الفترة الاخيرة في الدفاعات سواء منتخب مصري او الاهلي او الزمال لكن في واحد من وراء بيلعب الناس كرة هو ده اللي نقص الكرة المصرية ولو لو كل نادي عمل الحتة دي اعتقد ان الكرة هتعلق اكتر من كده فنرجع بقى المباراة مباراة فرقة بالدفع بس فرقة عاملة زون ديفينس كرة من خارج الثمانداشر جون امام عشور بعد كده مفروض انا بلعب بخطة دفاعية عشان ما يخش فيها جون دخل فيها جون المفروض ان انت بتقلب الطريقة بتاعتك من الدفاعية الى حد ما الهجومية يعني بقى انت كده كده هتخسر من الاهلي وهتخسر من الزمالك وهتخسر من اسماعيلي يعني الفرقة الكبيرة دي انت كده كده عارف ان انت هتخسر طب فين الاداء بقى اعمل اداء اه ماشي انزل متحفز الاول لغاية ما الدنيا طالما ما دخلش في الجون امشي بنفس الطريقة ما دخلش في الجون اكمل بقى ما عندناش مشكلة انما دخل في الجون خلاص الدنيا بتفك فانت لازم تغير طريقتك بقى من الحتة الدفاعية عايزين نتفرج على كور عايزين يبقى